مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا مرحب مرحب يا هلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وصفة جديدة تجمعني معكم تمنى تكونوا في أفضل أحوال وتكون أمركم مزيانة اليوم إن شاء الله عندي لكم واحد الاقتراح ديال تحلية بردة على شكل ياغورت كنحطوها بفاكهات الفريز كنقدموها إما الفطور أو الصحور فبحل هات تحليات كنبغيرهم في الشهر الفاضيل كيبقى وقابطنينها وكتجينا واحد حاجة ليمنع لشان ختموا بها الصحور ديالنا فالقتراح ديالي هي هاد تحلية كتجي على شكل ياغورت كنتمنى أنها تنال إعجابكم لعجبتكم خليوا ليالي لايك والتعليق المحفزة وندوزوا بسم الله المقادر كنحتاج 300 جرام ديال الفريز اللي يكون مجمد يعني كنو حاطينو في المجمد بارد يعني مشي بارد مجمد وعدي نصف ليطام الحليب وعندي صاشي كبير أو كيس من فلون الفريز كبير وعندي دقيق النشا وعندي سكر سانيدة للتحلية على حساب الطوق طبيعي كناخد 300 جرام أو 250 جرام من ذاك الفريز اللي كفقتليكم يكون مجمد هكا نكونو واضعين في المجمد كناخدو كنخليو حتى تنزل لنا درجة التجمد ديالو عدا باش نطحنو باش ميخصرش لينا ميكسور أو الخلاط الكهربائي ديالكم سافيو كنوضعوه نرجعوه للتلاجة حتى نلحيل نبغيو الاستعملو عندي هنا نصف لطا من الحليب كنوضعو في واحد كاسخول وكنضيف عليه جوج ملاعق من دقيق النشا دقيق النشا ممكن انكم تضيو حتى لابعات الملاعق إلا ما كتوش غتستعملو الفلون ديال الفخيز فالفلون ديال الفخيز إلا ما كتوش غتستعملوه فاكتعوضوا لابعات الملاعق ديال الدقيق النشا هنا كنضيف واحد يعني ثلاث ملاعق من سوكة سانية للتحلية بطبيعة الحال كتبقى على حساب الضوق هاداك الفلو عدنا كيكون حلو هاد الحجم الكبير فكيكون فيه يعني اصلا ديرين فيه سكر سانية كيكون حلو ولكن احنا ضفنا سكر على حساب الحليب وعلى حساب كذلك هاداك الكولي ديال الفخيز انا هنا يعني كإضافة دبت هاد فلون ديال الفخيز لأنه عفوان الفلون ديال الفخيز لأنه كيعد وحد اللون زوين وكذلك المضاق وكيتواتننا مع الفخيز فكيف قيتليكم لما كانش متوفه ممكن أنكم تكتافيوا بالطقيق النشا هو والحليب ولكن ما كيكونش فيهم اللون وكذلك حتى الطعم يعني كتكون كفكتعافو النشا رها صامتة هنا كندوز نحطو فوق النار وما كنتوقفش نهائيا على التحريك باش ما تهبطش لي هاديك النشا القاعد ديال الكاسخول والتحرق معاكم كنتبقاها كنحرك مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي متماسك يعني كيديب لي الفوقاعات اللي كتشوفوا يعني ذاك الخليط بدك يتجمع معاكم وكيتقال فهنا كتعرفو انه جاهز طبيعة الحال مع التحريك المستمر كيبدا يديلكم واحد الفوقاعات هاوكا في الأول الخفاف في الأخير بدو كل فوقاعات كيبدا يتقالوا معاكم كتعرفوه جاهز سافي كندوز هناك نصب او كنحط هاداك الخليط ديال الفلون مع الحليب مع مع دقيق النشا اللي درناه على النار كنحطو نخلي غير تتنزلي شوية درجات الحرارة ونضيف عليه هاد الكولي ديال الفخاز اللي طحنا كنحطاها في المجمد باش يبقى لي قابط البرودة ديالو كندوز نخلطو مع هاد الخليط كنحطاها لواحد اللون اللي كتشوفو كيجيوا واحد اللون زوين هاكا رائع اه هنا كا قصيرا حكا اضافة غذي نضيف واحد ياغورت اه بنك هات الفخاز ماحطتهوش مع المقادر ولكن في الاخير جاتني هاكا الفكرة نضيف حتى ياغورت ديال الفريز كيعطاكم واحد اللون زوين وكيعطاكم كذلك واحد يعني حتى المضاق كأنكم كتاكلو هاكا في الياغورت نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط الفاني يجي واحد دي سير اللي زوين بزاف هكا الفطور او يعني نختمو بصحور ديالنا واحد الحاجة اللي باردة ومنعشة فكان هذا هو الاقتراح ديالي اللي تقاسمتو معكم اخواني اخواتي في الاخير ما تنسوني شمال اللي لايك ديالكم ومنتع عليك المحفزة واقول لكم شكرا شكرا بزاف على المتابعة واستودعكم الذي لا تضيع وذائعه والى فيديو قادم بحول الله الى اللقاء شكرا